قالب ولا اشهى ولا اروع من هيك طبعا بنا نشيله من القاعدة من تحت وفينا نخليها ونقطعه شوفوا ما احلى ولا اروع من هيك شوفوا القطعة ما احلىها مصبوبة صب جاية ولا اشهى شوفوا عندي ما احلى روعة شوفوا ما اللي قطعت ولا افخم من هيك طالع عن جد كيف كوني احلى مدابعين اليوم لحنا عملكم كيك معروف جدا بالبسكوت والشوكولات بس اليوم الطريقة رح تكون روعة كتير يعني متل افضل المحلال اللي بتشتروا منها ولكن اليوم اللي بيفرق انه رح يكون طبعا الكلفة ارخاص والطعم لذيذ جدا لذلك روحوا معي لنا اعمل هيدا الوصفة طيب متل ما بتشوفوا عندي بسكوت اي نوع بسكوت بدكني اياه انا عمستعمل هيدا النوع من البسكوت هلأ بدي كسرن لهيدا البسكوت في كسرن بطلقة بيديه وفي حطن بكيس لحفظ الطعام سكره بصير دق عليه بايشي او مطرقة او شوبك الرأ بيمشي الحال هلأ انا لح كسرن بيديه طبعا نحخلي كمية صغيرة وكسرها وارجع بضيف فوق الباقي هيدا البسكوت تكسر عندي بهيدا الشكل هلأ لحشيله على حدا وننتقل الخطوة التانية هيدا الخليط والخلطة مش لح تلاقيه اطيب منها عن جد شي روعة رح نحط اول شي ملعكتين طعام من الحليب السائل على الخفيف ملعه ونص طعام من الكاكاو البودرة رس نخلطهم شوية مع بعض لا يمتزجوا ملعه ونص طعام زبدة نرجع ميت جرام من الشوكولات نص اسود نص اشقر فيكن تستعملوا اسود بالكامل فيكن تستعملوا اشقر بالكامل حسب الرغبة انا بدي نص نص خمسين بخمسين يعني مية بالكامل وهلأ الباشر بخلطهم شوية شوية لا يضوب الشوكولات اوكي على نار خفيف اهم شي داب عندي الشوكولات شوفوا كيف صار بطف تحتهم النار وبضيف لقلو من بعد ما قطف النار نص كوب من الحليب المكثف المحلة برجع بحركهم مع بعض سويا لا يمتزجوا وهيكي اروع طعمة بتكونوا ما في سكر اكيد لانه في شوكولات اشقر وحليب مكثف محلة هلأ الخليط صار عندي جاهز ولا اسلس من هكي هلأ بجي لعند البسكوت وبضيف فوق هيدا الخليط ضيف اول شي تقريبا نص الكمية وبخلط برجع بضيف الكمية الباقي حطينا النص الاول نرجع من ندلق النص التاني طبعا هوني عم نشتغل الخليط صخن اوكا مشو من انطروا لهيه برد هيدا الخليط جاهز شوفوا كيف البسكوت مشرب ومبين شوي يعني المقادير روعة انا استعملت ستين حبة من هوا البسكوت اوكا ستين بسكوتي عندي قالب كايك من هيدا اللي بينفتح عن الجنب بكعب وورق زبدة وعداير لانه بدي حط البسكوت كله يسير يطلع عندي بشكل سهل وبيلتسق اوكا طبعا ده هنت الاطراف شوي بالزبدة او بالذات مشان يلزق ورق الزبدة وهلأ بدي حط الخليط منباشر باضافته للخليط واكيد بدا نرجع نكبسه بشكل منيح لياخد شكل القالب اوكا لتحته عالجوانب نحاول انه اي فراغات نسكرها عالجوانب مشان ياخد الشكل اوكا نعمله هيك من ملسه كمان هيدا القالب شوفه كيف ملسته بشكل منيح وعن الداير لا يبقى عندي شكله حلو ويطلع جالس هلأ بنا ندخله عالبراد يعني مكان التبريد بننتقل لنعمل الجناش اوكا نجي لنعمل الجناش شو عندي هوني كسرول على النار بدي حط بقلبها تلتة ارباع كوب من الحليب السائل تقريبا ملعه ونص طعام من النشا قبل ما يسخنه بحركن شوي لا يدوب النشا اللي ما عنده نشا فيه يحط طحين اوكا ده بالنشا عندي هيدا الشي بساعد انه الجناش عندي يشب هلأ بضيف ملعه ونص طعام من الكاكاو طبعا النشا هوني لحتالي انا استغني عن الكرامة اوكا كمان بحرق هيدا الكاكاو اللي هي اختلط ويدوب عندي هلأ بخلي النار تولع بولي النار اوكا دابوا شوي الكاكوات ضيف ملعه ونص طعام من الزبدة مية وعشرين جرام من الشوكولاتة اسود واشقر كمان عم بستعمل وهلأ الباشر بتحريكن شوي شوي لا يدوب الشوكولاتة وياخدوا عبعض وبكون الجناش صار عندي جاهز ولا اسهل من هيك شوفوا بلش يدوب عندي هيدا الشوكولاتة ويختلط عنار خفيفة اهم اشي بطير قوام وروعة يا سلام صار جاهز بدي حط فوقه خليط القناش تركته يبرد شوية صغيرة مش كتير يعني ليكوا بعضه سخن هلأ بصب القناش فوقه واللي بدي يعملوا بميل هيك القناش شوي شوي لياخد على جميع الجهات اوكي هيدا الشكل نرجع بطلقه شوي صغيرة طيب هلأ بنحطه بالبراد تقريبا شي ساعتين خليه عرواء يجمض مظبوط بنرجع منشيله ومنقطه شي كتير روعة لحيطلع وهيدا هلأ سقق عندي الكيك الروعة طبعا بدي افتح القالب وشيله طبعا هلأ بنشيل ورق الزبدة شوي شوي شوفوا ما احلى هيدا القالب ولا اروع من هيك يطالع اللي حب زينه بنصب شوي تلوز هلأ فيكن تحطوا بندو فيكن تحطوا كسر لوز بقلب وبندو اللي بدكن اياه قالب ولا اشهى ولا اروع من هيك طبعا بننشيله من القاعدة من تحت وفينا نخليها ونقطعه ناخد قطعة تانية شوفوا ما احلى ولا اروع من هيك شوفوا القطعة ما احلاها مصبوب صب جاية ولا اشهى شوفوا عندي ما احلى روعة نوعين ولا افخم من هيك شوفوا ما اللي قطعت ولا افخم من هيك يطالع عن جد بسم الله ولا اشهر المحلات اللي ممكن تاكلوا منها ليزي كيك هيدي متل اشهر المحلات شي روعة قواما شو بدل يكون هيك بتأس عس عن جد من نقاس هي ابدا كل المقونات كل المقادير الروعة جربوها وانتصلوا اشتراك وان شاء الله بنشوفكم بحلقة مقبلة